أما نسأل مين بتدوم أكتر يبقى طبيعي نسأل بقى طب إيه اللي بيخلي أصلا الصداقة تدوم أو إيه مفهوم الصداقة الحقيقية بصي إن هي الصداقة جاية من الصدق مبدعية فالصدق إن هو يبقى أنا وإنتي مفيش بنا كذب صديقك من صدقك بالظبط ما يبقاش فيه حاجات أنا مش مضطرة من صدقك معلش أنا ضعيفة في اللغة العربية من صدق كله ده بسبب مش ويوش فلما أنا أبقى بيني وبينك صدق وأنا مش محتاجة أرسم صورة غير اللي موجودة أو حتى أنا أبقى بيني وبينك أنا الصورة اللي جواي عنك غير اللي بقولها لك يعني فيه بنات كتير تفضل تمدح فيك وتقولك أنت حبيبتي وكيا بس هي من جواكي شايفكي حاجة تانية أو عندها صورة ليكي مختلفة كارهاكي في حاجات معانا فده الكذب ليه صور كتير يعني فلو فيها أي صورة من صور الكذب دي مش بتبقى صدقة حقيقة لما أنا أبقى من جواي شايفاكي بالصورة اللي أنا أقولهاي لك وبعترفلك بيها هي دي بتبقى بدون تجمب بدون تجمب بدون تجمب بدون تجمب سؤال بقى يا أستاذة قبل أستاذة ألميش وأستاذ بسيرني حضرتك النهاردة لابسة سود في اليوم العلامة للصداقة ليه؟ مالهاش علاقة مالهاش علاقة ممكن تكون بحب لك أنا جاية النهاردة لابسة سود تصدق وعندي صديقات وحبت طب أنت مصدومة في بوسين طب هيها مصدومة في بوسين طب هيها مصدومة في بوسين لا خالص على فكرة على فكرة ليه شو بحرفك صدمة خالص صدق أن هي مصدومة فيك ده هي مصدومة فيك أنت ده أنت أنا وشرت المر بحبولهم ليه؟ ليه؟ عايز تطلع علينا إشعاعات هتسيح كده وكل طب هدير دلوقتي أحياناً اتنين بيكونوا في مهنة واحدة بيكونوا زملاء أحياناً الزمالة دي بتتحول لصداقة لو جات حاجة قسرتها بترجع لزمالة ولا خلاص دي بتنتهي العلاقة دي تماماً هي بتبقى حسب الشخصيات ولكن هي بيبقى منصعب على الاتنين أن هما يرجعوا زملتين خلاص لما بنقرب وأنا بحكي لك حاجات جوايا ممكن محدش يعرفها أو كده أو بكشف لك حاجة ممكن وجعاني صعب إن أنا أرجع وأحس إنه إحنا زمايل تاني على الأقل طيب أنا واحدة مثلاً كان ليا صديقة خمس ست سنين من حياتي في سن كبير يعني من سن صغير وقربت مني جداً 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 ودي مشكلة بتقابلها بنيت كثير وبدأت أصق فيها وبدأت أعتبرها كأختي المهم بعد ثلاث أربع خمس سنين خانتني أخيانة جامدة جداً يوم المصالح بتاعتنا تعرضت مع بعض بعدين فترة حاولت تصالحني أو حاولت إنها ترجع العلاقة بنا وترجع صديقتي تاني أنا بقى المفروض جاية الهدير كلايف كوتش أنا أعمليت أرجع علاقتي تاني بالبنت دي أصق فيها تاني لازم أسألك على مشاعرك استعدادك النفسي يعني أنت مستعدة أنت فعلاً تكوني ترجعي العلاقة وتصفي يكون عندك مش حسب المنقف طيب؟ فيه ناس يعني أنا ممكن نظريتي للموقف غير أنت أنت ممكن الموقف بالنسبة لك يستحيل بس هي بتقولك موقفها كبير يعني حصلت حاجة كبيرة فهي قسرت عشان كده أسألها على استعدادها النفسي لو استعدادها النفسي إن هي تقبل الموقف اللي حصل وتعديه وتتخطى الموضوع وتبقى الشايلة من ناحيتها هحاول سعادها بحبة أفكار يعني أصرع لها حبة أفكار في العقل اللوعي إن هي تكمل في العلاقة دي هل البني عدم يقدر قادر إن هو يعدي ويصفى وكده؟ بس أنا مقدرش أديك طبقة غصبة أو فكرة غصبة يعني مقدرش أنا أقولك لأ أنت تقدري أنت اللي تيجي تقولي لي أنا أقدر فأنا أكمل معاكي اللي أنت تفتح لها الباب إنها نتقدر أساعدك بحبة أفكار تبقى موقفكي بس إن أنت تكمل فيها تبقى